أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم عرفة يوم عظيم له مكانته عند الله عز وجل له مكانته في نفوس الحقيق له مكانته لمن يتحركون إلى بيت الله ولمن لم يستطيع أن يذهبوا إلى بيت الله جلس سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وجاء رجل من اليهود فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ما هي الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال سيدنا عمر أعلم متى نزلت وفي أي موقف نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة عرفة أقسم الله عز وجل في كتابه الكريم بهذا اليوم العظيم ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا لمكانته فقال سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال سيدنا عبد الله بن مسعود اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وفي آية أخرى أقسم الله عز وجل فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال المفسرون أو بعض المفسرين الشفع هو يوم الأطحى والوتر أو الوتر هو يوم عرفة عندما يقسم الله عز وجل بشيء فاعلم أن هذا الشيء له مكانته وله أثره في النفوس يوم عرفة صيامه يكفر الله عز وجل به سنة ماضية وسنة آتية هذا قول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة عندما يدعو الإنسان وهذا الحديث عام لا يقتصر على الواقفين بعرفات وإنما يعم كل من أحيا عبادة في هذا اليوم يعم كل من دعا في هذا اليوم نعم من وقف بعرفات فهو أقرب إلى الرحمات هو أقرب إلى أن يباهي الله عز وجل به الملائكة كما روى الإمام أحمد في يوم عرفة يباهي الله عز وجل بالواقفين ملائكته أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخير الدعاء دعاء عرفة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله في هذا اليوم اذكر ربك في هذا اليوم تقرب إلى الله بصدقة تقرب إلى الله بتلاوة قرآن تقرب إلى الله بالدعاء صم إلى الله عز وجل في هذا اليوم فهو يوم مبارك يكفي أنك تتشبه بالحقيق الذين تركوا ديارهم ووقفوا يلبون ويدعون ربهم عرفات من أعظم المواقف ومن أجمل المشاهد وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظمة هذا الركن فقال الحج عرفة عرفة وهذه من بلاغات الحبيب صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم عندما يبين أن عرفة هو الحج ليبين لك أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج فما بالنا بالسعي وما بالنا بالطواف وما بالنا بالرمي وما بالنا بالحلق والتقصير كل حركة من حركات الحجيج لها مغزاها ولها مكانتها عند الله تبارك وتعالى اضعوا الله في هذا اليوم وصلوا أرحامكم وسلوه بأن يفرق قروبنا وأن يزيل همومنا فخير الدعاء دعاء يوم عرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته